المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة لا ينتظر شيئا من أحد لا ينتظر لا من الأمم المتحدة ولا من الجامعة العربية ولا من الدول ولا من محكمة جينة الدولية ولا من العرب قالوا لها قالوا لا سمح الله نذكركم ما قال أبو عبيدة هم ماضون في طريقهم ولا يلتفتون لأحد ويعرفون أن الانتصار لن يكون إلا على الميدان وهم قاب قوسين أو أدنى لأن ما قاموا به أحد الآن إعجاز من عسكري ما قاموا به الآن هو تفكيك الكيان الصهيوني فك الارتباط بين الكيان وكل حلفاء التقليديين وانكشف المسطور وظهر بالكشف أن أمريكا في الحقيقة هي يعني دمية في أيدي اللب صهيوني وأن العالم كان في قبض اللب صهيوني ولكن تفتت أو يعني فتحت هذه القبضة وانقلب كل شيء هم يعرفون المقاومة الباسلة ومحور المقاومة يعرفون أن الانتصار لن يكون إلا على الميدان وهم ماضون فيه وما يحدث اليوم في غزة وفي الضفة وفي يعني البحر الأحمر وفي جنوب لبنان التي صعدت عشرات مرات عما كانت تقوم بمقبل هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها الصعينة وحلفائهم وهي اللغة الوحيدة وهي العمل الوحيد الذي سيؤدي إلى انتصار ويؤدي هذا التاريخ يقولهاك التاريخ يقول أن الانتصارات يعني ما جيش من غير دم ما جيش من غير يعني افتكاك الاستقلال بالقوة يعني ما فرض بالقوة يفتك بالقوة وهذا هو ما نراه يوميا صدقني المقاومة الفلسطينية لا تلتفت إلى كل هذا ويعني كلها يعرفها ضغوط يعرفوا يعني لن ينفعهم لمجلس الأمن ولا غير ولا محكمة الالجيانات الدولية ولا محكمة العدد الدولية يعرفون أن طريقهم في استرداد حقوقهم هو سيكون على الميدان وهم ينتصرون ينتصرون على الميدان شوف المعركة اللي نشوفها في محكمة العدد الدولية هي من أهم المعركة اللي قاعدة تتخافتها هي معركة الإنسانية تواجه في الإنسانية وفي الإجرام الحاجة اللي به هي البارح اللي بش تعرف اللعبية تساعة كيت فلقت سماح البارح أول مرة في المرافعات أو إذاك فيش انترجم على الجمهور العربي معنا أول واحد تفقد السيطر على روحه يا سيدي أو إليه إنه ربما في المرافعات ما يتدخل حتى حد وميتكلم حد واحد من وقت الممثلين كيان قاعدين دفع على أرواحهم والي هو معناها وجه التهمة لجنوب إفريقيا اللي تدعم حماس والذلك تدعم الإرهاب اللي يفهم قلب الحقائق والواقع وهمي واحد قام من الحضور وقال لهم براكم كذبة توجه لفريق الدفاق معناها سيئة معناها نفذ الصبر تعالناس الخزعبالات تعالكيان هو أمر حاجة اللي به في المرحلة الثانية هذه اللي الجنوب إفريقيا طالبة قرارات مش طالبة أن نستنيه في رد من عند الكيان وهو كذا ودافع طالبة اللي أولاً وقف اطلق النار معناها هذه ما عادتش فاهم معناها أمر معناها طالبة قرارات وقف الحرب وكل العمليات في غزة الانسحاب من رفح دخول الدعم والمنظمات الدولية والصحفيين والخبراء ما هم يدي ما يقولك العلم من التحميس هو اللي قاد يعتبر المعلومة حتى حاتين معها الناس الكل معاتش توا طالبين اللي يقع فتح الباب قدام كل الناس الخبراء اللي معينة الجرأم الموجودة المنظمات لتنظيم الدعم والصحفيين اللي خاتموا بشنا وعليش محبوش يحلوا وعليش محلوش البيب للصحفيين التعال الدول كل خاتر خايفين من الحقائق اللي بش تخرج الدمار اللي ساير في غزة ممكن يفوق اللي ساير في سابرينيسا وصار في بوسنة والهرسك وصار في البريس والكل ولذلك الخايفين من الحقائق اللي موجودة في الأرض أرض غزة الهنية نشوفوا اللي اللي هنا تعدينها مرحلة أخرى مرحلة اللي الحرب المعركة هذية يلزمها تكون يزم تنتصر فيها جنوب أفريقيا ولا نمقلقنا ويلزم زادة الدول العربية تتحمل مسوريتها هذية ندخل وإحنا مصر لتؤكد أنها لنت لنت تسحب ولا تنسحب هذية كل حاشتنا بموقف واضحة بدعم جنوب أفريقيا في المرافعة هذية على خاطر ما عادش فما هذية بين البنين ما عادش نعب على حبلين لهنا عنا معركة يزم الانتصار صار على الميدان ويزم يسير في كل المحافر الدولية اللي موجودة وذلك مش بنداء الدعوة إلى الملتقى الدولي المناقش تحت رئيات الممتحدة لهنا عنا معارك أكبر برشة اللي هي في المحاكم الدولي المحاكم العادل الدولي وإن شاء الله تتعدل المحاكم الجنية الدولية خاطر لهنا يزم يبدأ في وقت المحاسبة ما عادش وقت لكلام الفرخ على أقل حتى كنسميوها حرب رمزية فالرمزية مهمة جدا للتاريخ ولكتابة التاريخ من بعد أبو البابا سلم والله يشوف أنا الحقيقة لا أنتظر شيء من المحاكمة العادل الدولية ولا غيرها من المؤسسات الدولية معناها الشعب الفلسطيني الآن اختار طريقه وتعلم من دروس الماضي القريب والفعيد بالتالي لهنا شوف رو ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ونعرف جيدا أن المحاكمة العادل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة معناها بالتالي فيها موازين قواء ونعرف جيدا موازين قواء في العالم الآن من يتحكم فيها مع كل التوجيه طبعا التحية لدولة جنوب أفريقيا وشوفت من التصريح وزيرت الخارجية جنوب أفريقيا اللي تقول ما يحصل في فلسطين وفي غزة هو فصل عنصري هي ممارسات عنصرية بطبيعة لهنا هذا يحيون عليه وهذا ما قدرت عليه جنوب أفريقيا دولة بعيدة عنها شعرت بآلام الشعب الفلسطيني قامت بهذا التحرك نتمنى لو أن جنوب أفريقيا كانت دولة جارة لفلسطين ربما كانت دعمها أكبر تمنينا أن حتى كان فما معبر لو صار اجتماع لدول أمريكا اللاتينية حاول القضية الفلسطينية لكان موقفهم أفضل من موقف القمال العربي الأخير والله وحسنا فعلا من غاب عن هذه القمال يعني بالفعل معناها مهزلة وخارج التاريخ الحاجة الأخرى زادك في كيف عليش الفلسطينيين أدركوا ذلك أسماح لأن الوقاء على الميدان الآن الكيان الصهيوني في حال التخبط كبير وفي حالة يعني الآن الصهاينة يتحدثون أنا أتابع جيدا مثلا صحيفة يدعو تحرانوت وفيها كتاب يقرأ لهم يتحدثون على أن إسرائيل لأول مرة يتهددها خطر حقيقي يتحلق بمستقبلها يعني كتشوف أنت المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي بابي رو موشن بابي بتاع باريس أجرب إيلان بابي هذي اللي انسحب من جامعة حيفا مؤرخ معروف معروف جدا قال رو كنا قبل في دولة تل أبي بصنا الآن في دولة يهودا وللأسف قال يقادونا فعلا إلى الكارثة هؤلاء دولة يهودا يهودا اللي هو الأبن الأكبر للنبي عقوب اللي يسمى إسرائيل فبالتالي هنا قالت بالفعل قال نحن وصلنا إلى مرحلة من الشك حتى في وجود هذه الدولة في المستقبل إذن هنا الحل ما هو الحل دايما هو في مزيد من المقاومة كنقول المزيد من المقاومة أثبتت المقاومة الفلسطينية على الميدان خلال الأيام الأخيرة أنها أعادت تنظيم صفوفها هذا عسكرية سيادة العميد ربما أنا مختصة أكثر مني في المرادية أعادت تنظيم صفوفها بطريقة جديدة شفنا حتى ما حصل في جباليا يعني أحد جنرال تجيش الصهيوني تحدث على أن قال كتائب القسام أحد كتائبها قال قتل ثلاثة من كتائبها ولكن أعادت تنظيم صفوفها بكتائب جديدة وبقادة جدد وقال ظهر أشرس من المقاتلين الذين قتلناهم منذ شهور جيد بالتالي هنا رأوا الحل بالنسبة للفلسطيني الآن الشعب الفلسطيني الآن يعتقد وهذا عقيدة راسخة أحيي عليها القادة المقاومة الفلسطينية السنوار والظيف وكل فصائل مقاومة أنهم اختاروا القتال إلى النهاية لأن عندما نرى محمود عباسي يتحدث عن 7 أكتوبر رأي فلسطين رأي مستعمرة قبل 7 أكتوبر ما هيش أرض رأوا معركة بين قوات تحرر وبين استعمار بالتالي ما كانش مستقلة وجاء المقاومة الفلسطينية عملت هجوم على دولة مستقلة لا لا هي تريد استرداد أرضها إذن اللي هنا والفلسطينيون يعلمون جيدا أن النتائج المحققة على الميدان هي التي ستقودهم إلى شروط تفاوض أفضل وهذا ما استردنا نراه اليوم يعني عندما نتحدث عن عشرات القتلى من الجرود الصهاينة وعن تفكك المجتمع الإسرائيلي والطبقة السياسية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة أنت بكري حكيت شوي على سموتريتش يا سماح بالله أرجع لي بش أقول لك علش سموتريتش وجه خطابه لبنان شكرا جاي اللبنان بعد أستاذ أحمل الغربية أنا نخالف سيبو الباب فيقول أنه لا يرجع شيئا من محكمة العدل الدولية أنا أقول ضمن المعارك اللي ربحتها معنتها المقاومة الفلسطينية هي المحاكمات هذه والمقاومة هي اللي جابت هي اللي جابت هذه وبين ظفرين كما قال سيبو الباب هي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة ست أجهزة هما هي جهاز منهم وهو الجهاز الوحيد اللي خارج الولايات المتحدة الأمريكية في لهاي في قصر السلام في هولندا يعني بعيد عليه ما يجب متحوز على الجهاز ذلك يعني يرجع منه خيرا قلنا المعارك اللي صارت والمرافعات اللي يسمحها العالم الكل العالم كان ما يعرفش شو معناتها فلسطين ولا غزة ولا يسمع بيش شباب شو كوني حتى في العالم العربي رو ما يسمعوش وإنه معناها الخطاب اللي صار والرسائل اللي وتعرفت بهم القضية الفلسطينية هذا جزء كبير من المقاومة اللي صارت وهذا جزء كبير من الدفاع اللي يحصل معناه وصار فيه أستاذ فرز مهم جدا فرز مهم جدا لأنه فهمنا شكونا معا وشكونا مش معا يتصحيح التصار قانوني وسياسي صحيح التصار قانوني وسياسي بعد حرب العالمية الثانية مهمة الكين المحتل فهم اللي المعركة الإعلامية وسيطرة على الإعلام أنا نقرأ في في مي نقرأ في جريدة ديبلوماتيك فما ألان جريش كتب مقال يسر هي اللي يحكي على يقول تسهال المحتل الموجود معنا في ديارنا في قاعة جلوس تاعنا عاشوا معنا عطاوا الرسائي اللي يحبوا عليها هما لكن بعد سبع أكتوبر وقت اللي يكون حكي ما حكينا تعطلت الوحدة ثمانيلاف ومئتين العالم ولا يخزر القضية أترمه بطريقة أخرى يعني الانتصار الإعلامي الانتصار القانوني الانتصار الميداني ثلاثة مبعاثهم وصلونا إلى الانتصار اللي نحن نشوفه فيه يعني هذا اللي من أذرع المقاومة بتبيعة الحال